والبداية مع الملف السوري إذا تعهد رئيس بشار الأسد بتحرير الأراضي السورية كاملة مشيرا إلى أن المكاسب التي حققها الجيش على الأرض لا تعني نهاية الصراع وقال الأسد في كلمة تلفزيونية له إن التهديدات الخارجية لن تنال من قدرات الجيش السوري وكان الجيش السوري سيطر في الأيام الأخيرة على عشرات البلدات والقرى في محيط حلب ثاني أكبر المدن السورية مع تقدم الجيش السوري في شمال البلاد خاصة في محافظتي حلب وإدلب لا تزال الحقائق تتكشف تباعا حول الدور التركي الراعي للتنظيمات الإرهابية في شمال سوريا وتتوالى الأنباء عن عشرات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بحق العسكريين والمدنيين على السواء ففي منطقة مزارع العب بمدينة دومة في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق عثر الجيش السوري على مقبرة جماعية تضم سبعين جثة لمدنيين وعسكريين جرى إعدامهم بأيدي التنظيمات الإرهابية ورجحت بصدر بالجيش السوري أن تكون عملية الإعدام قد تمت في الفترة ما بين 2012 حتى 2014 عندما كانت تلك المناطق تحت سيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا وأشرت المصادر إلى أن معظم الرفات التي تم انتشالها كانت مقيدة وخلال السنوات الماضية عثر على عدد من المقابر الجماعية في مناطق كانت تختع سابقا لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي أبرزها في مدينة الرقة مع قله السابق في سوريا وفي محافظة دير الزور بشرق البلاد وما تغيير خريطة النفوذ في الشمال السوري بشكل متسارع توجه أنقرة وواشنطن انتقاداتهم الحادة لموسكو في محاولة للضغط عليها وتحييدها في الصراع السوري إلا أن روسيا وعلى لسان المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف جددت التأكيد أنها ستواصل دعمها لسوريا في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي ورفض بيسكوف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن روسيا تقوم بانتهاكات ضد المدنيين في سوريا مؤكدا أن المستشارين الروس والقوات المسلحة الروسية يواصلون دعمهم للقوات المسلحة السورية في الحرب ضد الإرهاب